ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد اهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وايضا نرحب بضيوفنا الكرام فاهلا ومرحبا بكم اعزائي الضيوف ان لله عز وجل في الشريعة الاسلامية احكام صادر عن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وآله وهذه الاحكام ثابتة لا تتغير ابدا يعني الحكم الحلال حلال الى يوم القيام والحرام ايضا يكون حراما الى يوم القيامة فلا يتغير مثل الصلاة ان الصلاة واجبة ومثل الكذب الكذب حرام فهذا عن الحكمان واللي يكون من شبيه هاي الاحكام ما يتغير ابدا فيكون ثابت في الشريعة الاسلامية ويؤيد ذلك ما رواه زرارة هذا احد اصحاب الامام الصادق والامام الباقر عليهم السلام سأل الامام الصادق عن الحلال والحرام فقال الامام عليه السلام ان الحلال حلال ابدا الى يوم القيام والحرام حرام ابدا الى يوم القيام فمن خلال هاي الرواية نعلم ان احكام الله عز وجل ثابتة لا تتغير ولكن قد تتغير اما لتقية لكن يعني كأن الانسان يخاف على نفسه فالله سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا الحكم الاولي لان احنا عدنا احكام اولية وعدنا احكام ثانوية الاحكام الاولية اللي هي مثل الصلاة واجبة هاي واجبة او مثل الوضوء الوضوء واجب للصلاة فهذا الحكم الاولي ثابت للصلاة اذا لا تعسر عليك او تعذر عليك تحصيل الماء فانت شرح تنتقل هنا تنتقل الى الحكم التيمم هذا الحكم ثانوي يعني هذا الحكم يأتي بعد الحكم الاولي اما ان تكون التغيير كل تقية زيان وهذه الخلافات كلها بينها الامام عليه السلام يعني يستطيع الفقهاء ان يفهموا هذا الخلاف التي تنتقل فيها الاحكام من الاولية الى الثانوية فهم الفقهاء اعلم بذلك ويستطيعون ان يميزوا بين الحكم الصادر لتقية والحكم الصادر لضرورة وهكذا شيخنا بل اذا كانت احكام ثابتة لماذا يختلف الفقهاء في كل عام في تثبيت الهلال احسنت سأل اخوكم اقول اذا كانت الاحكام مثل ما قلنا ثابتة لا تتغير فليش الفقهاء في كل عام وفي كل سنة يختلفون في تعيين الهلال يعني واحد من الفقهاء يقول ان الهلال في 29 مثلا من شهر رمضان يعني ظهر شوال واحد لا يتم الشهر مثلا 30 يوم فشنو هذا سبب الاختلاف مع ان الاحكام ثابتة لا تتغير كما بيّنه الامام عليه السلام شيخنا انا اقدر اجع بلك فضل سبب الاختلاف في تعيين الرؤية احسنت اجاب اخوكم علي يعني جاوب قال انه سبب الخلاف اللي يصير بين الفقهاء رضوان الله عليهم وحفظ الله الباقين منهم هو في تعيين رؤية الهلال فواحد منهم يشوفه يوم 29 واحد منهم مثلا ما يشوفه يوم 29 ينتظر الى يوم الثاتين حتى يطمئن اكثر في خروج الشهر وهكذا ونضيف على جواب اخوكم علي سبب هذا الخلاف هو في الرواية الواردة او الروايات الواردة عن اهل البيت عليهم السلام وايضا واردة عن النبي صلى الله عليه وآله حيث قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا شعبانا ثلاثين يوما هاي الرواية تقدر تستخرج من عدتها اربع احكام يعني هاي الرواية مطلقة صوموا لرؤيته يقدر مثلا الواحد اذا شاف الهلال راح يكون حج على غيره لان الروايقات صوموا لرؤيته وهذا شاف الهلال فهذا يكون حج على غيره وايضا اذا شافوا جماعة في غير بلد يعني في امريكا مثلا يصير حج على اهل العراق هنا مثلا واذا شافوا اهل العراق يصير حج على اهل امريكا مثلا فهذا ايضا فالرأي الثالث أنه يكون المتحد بالأفق أيضاً رح يكون حجة على غيره يعني هذا اللي يشوفه مثلاً في سوريا يكون حجة على أهل العراق أو اللي يشوفه في السعودية يكون حجة على أهل سوريا وهكذا الرأي الرابع من نفس هذه الرواية إذا كان جماعة شافوه رح يكون أيضاً حجة على الفرد الواحد فإذن إن الخلاف في تعيين الهلال هو خلاف في روايات أهل البيت عليهم السلام في مقهومة رواية ما هو المقصود من هذه الكلمة الواحدة في الرواية فإذن هذا هو الخلاف الذي يكون في الهلال وبهذا عزاء المشاهدين ينتهي حديثنا وإن شاء الله نتواصلوا ياكب في حلقات أخرى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان